هاوة واذكر لنا يا شيخانا بالعلم والطبيان واذكر لماذا أنزلت آي من القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان قال السنو وعلى السماحة يا عندهم نبأ من الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول أسباب نزول الآيات المباركات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا بسبب نزول قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون خيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا هذه الآيات وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر مع أصحابه وكان بمكة قوم مسلمون أجبرهم أهل الشرك على أن يخرجوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بدر أجبروا من أهل الشرك على أن يخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما بدأت المعركة وقدرها الله سبحانه كان المسلم الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بسهمه فأحيانا يصيب أهل الشرك وأحيانا يصيب إخوانه المسلمين الذين في صفوف المشركين فحزن الصحابة لذلك وقالوا قتلنا إخواننا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى إن الذين توفهم الملائكة أي قبطت الملائكة أرواحهم يوم بدر توفتهم الملائكة وهم في حال ظلم لأنفسهم ظالمي أنفسهم سألتهم الملائكة فيما كنتم ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان لماذا أتيتم إلى هذا المكان مع أهل الشرك قالوا مجيبين كنا مستضعفين في الأرض فقالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كان بإمكانكم أن تهاجروا إلى أرض الله الواسعة ولا تخرجوا في صفوف أهل الشرك ألم تكن أرض الله واسعة أي وكان بإمكانكم أن تهاجروا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين الضعفاء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم فالمستضعفون الذين لم يكن لهم مال ولا قدرة على الهجرة لم تكن لهم طاقة على الهجرة ولا يعرفون طريقا لها فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا فالحاصل من ذلك أن الشخص لا يكثر سواد المشركين لا يكثر سواد أهل الباطل على أهل الإسلام إنما يكون مع الحق وفي صف أهل الحق يكون مع الحق وفي صفوف أهل الحق أما أن يخرج مع المشركين يكثر سوادهم فلا هذا وجدير بالذكر في هذا المقام أنه ذكر بأن ابن عباس وأمه كان من المستضعفين فكان ابن عباس أولاما صغيرا آنذاك أولاما صغيرا آنذاك لأن ابن عباس توفي الرسول صلى الله عليه وسلم هو قريب من البلوغ وغزوة بدل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو من ثمان سنين فابن عباس كان عمره تقريبا خمس سنوات أو ست سنوات عند غزوة بدل فكان بمكة لم يهاجر فهو من من عذرهم الله هو وأمه داخلان في قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا هذا لما سبق لا يجوز لنا أن نكثر سواد أهل الباطل لا يجوز لنا أن نكثر سواد أهل المعاصر ولكن نكثر سواد أهل الإيمان إذا كان من السلف من يذهب إلى المساجد مثلا لحضور درس علم مع استغنائه عن هذا العلم لأنه أعلى من المدرس أحيانا ولكن ليكثر سواد المسلمين فإن ناسا من خلق الله إيمانهم يكون مبنيا على رؤية الناس إذا رأى الناس قد دخلوا في الإيمان دخل معهم إذا رأى المسلمين كثر دخل معهم ولحق بهم فينبغي أن نكثر سواد أهل الإسلام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أي أننا نثاب إذا كثرنا سواد أهل الإسلام هذا وأتناول أيضا قول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أخرج التباري بسلد صحيح أو صحيح لشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى أنزل إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فقال رجل من أهل مكة يقال له دمرة أخرجوني من مكة أخرجوني من مكة وكان مريضا قال أخرجوني إني أجد حرا أخرجوني من مكة لما نزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا إلى أين فأشار بيده إلى المدينة أي أخرجوني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوه من مكة إلى المدينة ففي الطريق مات فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي أن الله سيثيبه ويعطيه أجر المهاجرين لن يضيع الله أجر لأن الرجل خرج ناويا الهجرة فمات في الطريق ففيه نزل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى أما مطلع الآية الكريمة وهو قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ما معنى المراغم؟ قال بعض أهل العلم في تفسير المراغم إنه مكان يرغم فيه أنوف عدوه فهم كان يريدون أن يدركوا ويقتلوا ولكن ذاب إلى مكان أصبح آمنا فلما أصبح آمنا ما استطاع أعداؤه الوصول إليه فرغمت أنوفهم لكونهم لم يدركوه وينالوا منه ما يريدون فهذا الذي خرج وترك البلاد وأصبح في مأمن بعيدا عن أعدائه لا سلطان لهم عليه بل هو أصبح يهاجمهم وصل إلى مكان أرغم فيه أنوف العدو فالآية فيها حسن على الهجرة وترك أماكن الشر والفساد ترك أماكن الشر والفساد والذهاب إلى أماكن فيها أهل صلاح ولقد قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون ثم هون على الخلق هذه الهجرة بقوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هذا وبهذا القدر أجتزئ وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يَinnen واذكر لنا يا شيخانان بالعلم والطبيان أذكر لماذا أنزلت آي من القرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والمزان قال السنواء على السماء حتى عندهم نبأ من الرحمن نبأ من الرحمن